ندخل بقى في الأخبار الإيجابية والأخبار الكويسة والحاجات العالمية اللي أكيد بتأمل انت عاشة في الميديا وفي الإعلام الرياضي في مصر وحتى على المستوى العربي النهاردة بإذن الله النادي الأهلي متواجد في حفل عشاء الاتحاد الدولي بيقيمه في الدوحة في قطر على شرف الأندية المشاركة في بطولة فيفا انتر كونتينلتان النهاردة الأهلي مع ريال مدريد مع باتشوكا المكسيكي مع وفود الأندية مندوبي ديربي الأمريكتين اللي هيشاركوا بالتأكيد في مبارات يوم 11 ديسمبر النهاردة متواجدين في قطر والمهندس سامير عدلي ممثل النادي الأهلي في هذه الزيارة وفي ورش العمل وفي هذه الاجتماعات النهاردة هيصل مساء اليوم أو خلال ساعة بالكتير إن شاء الله إلى مطار الدوحة عشان يبدأ الشغل من النهاردة بالليل وتختتم كافة الاجتماعات بإذن الله صباح يوم الخميس التعرف على فنادق الإقامة التعرف على ملعب التدريب زيارة ميدانية لملعب 9-7-4 ليصديف مباراة كأس التحدي يوم 14 وأيضا زيارة استادلوسيل اللي هي الصديف الفاينال مع ريا المدريد على كأس انتر كونتينيلتل وأنتمنى يا رب بإذن الله لنادي الأهلي يكون ممثل فيه اللقاء الختامي والمباراة النهائية نهاردة اللجنة المنظمة المحلية عملت مؤتمر صحفي مهم جدا كشفت من خلاله تفاصيل عديدة أولا سعر تسقرة مباراة الأهلي مع الفائز من باتشوكا المكسيكي مع درب الأمريكاتين يوم 11 ديسمبر تسقرة هتبدأ من 40 ريال في ملعب 9-7-4 اللي حاليا بيسع لحوالي ساعة الجمهورية 30 ألف مشجع سعر التسقرة هتبدأ من 40 ريال طيب تسقرة المباراة النهائية مباراة ريال مدريد سعر التسقرة هتبدأ من 200 ريال طبعا في اختلاف في الكاتوجري ما بيني تذكر في اللقاء الأول عن اللقاء الختامي انت بتلعب مع الريال على استادلوسيل اللي استضاف نهائي كاسعالم بحضور رئيس الاتحاد الدولي وكافة رؤسيها الاتحادات القرية فالحدث قرنفال كبير جدا الحاجة التالدية أو التالتة التذاكر في فئتين هيتم ترحوم بمواعيد مختلفة أولا اللي عنده الفيزا اللي متعاقد عليها مع الاتحاد الدولي وهو قراء رئيس الاتحاد الدولي ده من خلاله خلال التسقرة دي هيتم يعني شراءها أو من خلال منصة فيفا يقدر يشتريها من يوم 14 نوفمبر طيب التذاكر هيتم ترحى إمتى لكل الناس من يوم 21 نوفمبر كل المباريات في قطر 11 ديسمبر كأس بطولة وميداليات 14 ديسمبر كأس بطولة وميداليات 18 ديسمبر كأس بطولة وميداليات وكل شخص يقدر يشتري 6 تذاكر بحد أقصى سواء في كل مباراة على حدة مباراة 11 ديسمبر أو 14 ديسمبر أو 18 ديسمبر حاجة الأخيرة ودي مش أخد فيه أكثر طيب 11 و14 و18 ديسمبر ده بالنسبة لكأس فيفا انتر كونتيننتل